ولأنها اعتادت على استخدام الأسلحة المحرمة وخرق القوانين الدولية في كل صراع يكشف عن حجمها الحقيقي كما حدث إبان غزوها العراق قررت الولايات المتحدة تزويد كييف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا في أثناء حربها ضد روسيا بعد خمسمائة يوم على بدء الحرب الأوكرانية وعلى الرغم من إرسالها مئات الأطنان من الأسلحة والذخائر والعتاد لم ترها كافية لإيقاف الزحف الروسي في أوكرانيا لتتخذ القرار الذي أثار حفيظة حلفائها في حلف شمال الأطلسي الناتو وغضب المنظمات الحقوقية والمعنية بمنع انتشار الأسلحة المحرمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي محاولة لتسويق الموقف وغسل الأيدي وصف القرار بأنه القرار الأصعب لكنها خطوة تمثل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدم إلى كييف لمواجهة الغزو الروسي وفي المقابل ربط بايدن بين تزويد أوكرانيا بتلك الأسلحة المحرمة وأمن بلاده القومي في ربط راه المراقبون مستغربا الذخائر العنقودية هي تلك التي تطلق بمجموعة من الذخائر المتفجرة صغيرة الحجم على هدف معين في شكل انشطاري يحدث أضرارا على نطاق أوسع من تلك القذائف الاعتيادية ويمكن اطلقها بالقدائف أو البدفعية أو حتى بطائرات وهي خيار تلجأ إليه الدول لتعويض النقص الحاصل في عتادها الخطوة الأمريكية رأتها موسكو على لسان ديمتري ميدفديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بأنها بادرة يأس من الولايات المتحدة عادا أن الولايات المتحدة تقرب البشرية بين حرب عالمية جديدة استخدام القنابل العنقودية لا ينتهك القانون الدولي فحسب وإنما يدفع الدب الروسي لما يخشاه العالم